الله عليكم مشاهدين ومرحبا بكم في برنامجكم قهوة وجرنان ونستهله بأهم ما جاء في الصحافة الوطنية اليوم الخميس الخامس والعشرين من شهر أجوان نستهله بجريدة النهار التي قالت زيادت بين الثلاثة والعشر ملايين سنتيم على ضاربة السيارات الجديدة قالت النهار قررت الحكومة رفع الضريبة على بيع السيارات الجديدة المستوردة أو التي يتم اقتناؤها محلية وستتراوح زيادة بين الثلاثة والعشر ملايين سنتيم وذلك حسب أنواع السيارات وهو الأمر الذي سيؤدي قالت النهار إلى ارتفاع أسعار السيارات خلال السنة الجارية حيث أنه بالنسبة لسيارات السياحية والنفعية ذات محرك بنزين بأسطوانة ذات سعة لا تفوق الثمانمائة سنتيم مكعب ستكون ضريبتها ثمانية ملايين سنتيم أما بالنسبة التي تكون سعتها بين الثمانمائة سنتيم والف وخمسمائة سنتيم مكعب فإن الضريبة ستكون 11 مليون سنتيم خبر ثاني في النهار يخص الخدمة الوطنية قالت تسوية وضعية المولودين سنة 1991 و1992 تجاه الخدمة الوطنية وقالت النهار أن وزارة الدفاع الوطني قررت تسوية وضعية المواطنين التابعين لصفي 2011 و2012 في سنتي 1991 و1992 وكذا المتأخرين من الصفوف السابقة الذين أنهوا أو تخلوا عن دراستهم قبل 31 ديسمبر من سنة 2011 وقالت المعنيين مدعوون للتقرب من مراكز الخدمة الوطنية التابعين لها بداية من الأحد القادم وحددت بداية العملية من الثامن والعشرين من شهر جوان إلى التاسع جوليا من السنة الجارية بالنسبة للمواطنين المولودين بين الفاتح جونفي والواحد والثلاثين مارس ومن الثاني عشر جوليا إلى الثالث والعشرين جوليا بالنسبة للمواطنين المولودين بين الفاتح أفريل والثلاثين جوان خمس ملايين هي الغرامة المالية لكل مؤسسة تدفع أجرا أقل من السميك وقالت أنها رفعت الحكومة قيمة الغرامات المالية ضد المستخدمين الذين يشغلون اليد العاملة الأجنبية بصفة غير قانونية من مليون إلى خمس ملايين سنتيم حيث انتشرت الظاهرة في السنوات الأخيرة بعد الأزمات التي عرفتها منطقة الساحل وسوريا بعد تدفق ما معدله أربعة ألف عامل غير قانوني سنويا وقالت النهار قررت الحكومة من خلال المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية فرض غرامات ما بين المليون والخمسة ملايين سنتيم كما يعاقب كل توظيف لقاصر لم يبلغ السن المقرر والمنصوص عليه قانونا بغرامة من مليون إلى مليوني سنتيم ونفس الغرامة تفرض على المستخدمين الذين يدفعون للعامل أجرا أقل من اسميك الأجر الوطني الأدنى المضمون خبر يخص مجال النقل قالت النهار على لسان الوزير انتهى عهد تسليم رخص استغلال خطوط النقل للخواص وقالت أكد وزير النقل بجمعة طلعي أنه تقرر التوقيف نهائيا منح اعتمادات وخطوط النقل العمومي لصالح الخواص وهذا بعد الفوضى والتجاوزات التي صار يعرفها هذا القطاع بعد فتح خطوط للاستغلال لصالح الخواص للاستثمار في قطاع النقل العمومي للمسافرين فيما أكد الوزير أن أغلب الخطوط أصبحت متشبعة وتشهد فوضى على مستوى المواقف زيادة على أن أغلب الحافلات المستعملة في النقل العمومي صارت مهترئة مما يتسبب في حوادث مرور قاتلة إلى جريدة وقت الجزائر قالت قربة الثلاثة جزائر غيروا ألقابهم في ظروف سنة وقالت وقت الجزائر بلغ عدد الجزائريين الذين غيروا ألقابهم في ظرف سنة فقط 1913 جزائري بالمقابل أكدت وزارة العدل أن تصحيح الأخطاء في جميع بيانات وذائق الحالة المدنية وتغيير الأسماء والألقاب يجري وفق إجراءات بسيطة وضمن أجال معقولة وأكد وزير العدل أن إجراءات تغيير اللقب هو إجراء بسيط وميسر لجميع من يحتاج إليه في تغيير لقبه دون رسوم أو مصاريف قضائية أو حتى شروط شكلية أو تقييد في تغيير اللقب بحالات أو أسباب محددة بل يكفي أن يقوم المعني بعد نشر طلب تغيير اللقب في الجرائد المحلية وانقضاء المدة القانونية لاعتراض الغير تقديم طلب لوزير العدل حافظ الأختام الذي تتولى مصالحه المختصة القيام بباقي الإجراءات اللازمة الخبر الثاني في وقت الجزائر طوارئ في مراكز تصحيح البكالورية والسبب هو النقص في الأساتذة المصححين وقت الجزائر قالت اضطرت وزارة التربية إلى الاستنجاد بأساتذة خارج قائمة المدرجين في قوائم المصححين من أجل تدارك نقص فادح سجل بعد أربعة أيام من انطلاق عملية التصحيح وذلك بعدما حذرت تنظيمات نقبية من هذا السيناريو بسبب عدم تحيين قوائم المصححين التي تضمنت حسبهم أساتذة متقاعدين ومتوفين حيث وجدت وزارة التربية نفسها في ورطة قالت وقت الجزائر حيث اتصلت عدة تنويات بأساتذة متعاقدين ومستخلفين من أجل الانضمام إلى قوائم المصححين دون تمكن العديد منهم من الالتحاق بحجة أنهم لم يدرجوا في القوائم الأولى إلى جريدة الحياة عنوانها الرئيسي الحياة قالت او يحيا أنا موافق على أن يكون سعداني هو القائد وقالت الحياة قالت مصادر أن أحمد ويحيا يحمل برنامجا حافلا خلال رمضان بدأ بإعادة النظام إلى الأرندي وترتيب أمور المناظرين من خلال الاجتماعات التي يعقدها منذ رجوعه إلى التجمع الوطني ومن ثم وضع النقاط على الحروف وإعادة التنظيم داخل التشكيلة في نفس الجهة قالت الحياة أوضح شهاب صديق ناطق رسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أن حزبه سيقبل أن يكون ضمن الجبهة الوطنية التي يقودها الأفلان باعتبار أن الأرندي يعتبر نفسه واحدا من هذه الأغلبية التي يعترف بها ويبقى هدفها هو مرافقة برنامج رئيس الجمهورية ودعمه وتقوية جناح الدولة والسلطة على حد سواء مقارنة بالمعارضة التي تتكتل ضمن فضاءات وكيانات موحدة والسبب الرئيسي الذي جعل أو يحيا يعبر عن رغبته في بعث التحالف الرئاسي خبر آخر على جريدة الحياة قسنتيني قال لا يوجد قانون يمنع الأكل في رمضان على جريدة الحياة وقال المحامي فاروق قسنتيني أن منتهكي حرمة شهر رمضان الذين تم القبض عليهم أول أمس ببجاية لم يقترفوا أي خطأ ولم ينتهكوا قانون الدولة لأنه حسب قسنتيني لا يوجد أي قانون يمنعهم من ذلك على عكس المملكة المغربية وأشار فاروق قسنتيني في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر إلى أن السلطات الجزائرية وبقبضها عن وكالي رمضان كما سماهم كانت من أجل ضبط الأمر والنظام حسب المجتمع الجزائري والشريعة الإسلامية وعدم زعزعة الاستقرار في الشهر الفضيل الإكسبريسيو في الصحافة النطقة بالفرنسية قالت صهرات رمضان عندما تسترجع الحياة الليلية حقوقها قالت الإكسبريسيو أن مخلفات العشرية السوداء من اللأمن صارت من الماضي بعد أن رسمت العائلات الجزائرية في صهرات رمضان صورا جميلة مليئة بالبهجة والصمر لتعيد إحياء الصهر والخروج ليلا لتقاليد العائلات الجزائرية وقالت الإكسبريسيو بعد مرور ستة أيام من الصيام يكون رمضان قد عمت مظاهره على الجميع ومن هذه المظاهر وأجملها هي الصهرات الرمضانية التي تحييها العائلات الجزائرية في جو جميل تصنعه العائلات والأطفال وهو الأمر الذي شجعه الأمن الكبير التي بات موجودا في كل القطر الوطني وهو ما بعث هذه الصهرات التي تبقى ميزة وعادة جزائرية بدأت تعود بقوة في السنوات الأخيرة قالت الإكسبريسيو البلاد قالت حرب تصريحات بين السلفيين والوزير عيسى وقالت أفد مصدر أمن رفيع للبلاد بأن الوزير الأول عبد الملك سلال تسلم مؤخرا نتائج تقرير أمنية تقارير أمنية عدتها ثلاثة أجهزة متخصصة في تعاقب الطيارات والحركات الدينية المتطرفة تتبع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني وحذرت تلك التقارير من تحركات مشبوهة لنشطاء ينتمون إلى الطيار السلفي الجهادي وارتباطاتهم بدول وتنظيمات إسلامية متطرفة تنشط خارج الجزائر وقالت البلاد تتخوف السلطات من خطر الجماعات التي تروج أفكارا معادية للمرجعية الدينية المعتمدة في الجزائر وتبدي السلطات حساسية كبيرة من كل ما يأتي من متشددين غير المنخرطين في النشاط الرسمي العلني وتتوجس من الطيار السلفي المتغلغل بنسبة كبيرة في المساجد خبر ثاني خص التربية على جريدة البلاد قالت حسب تصحيح الأولي لأوراق البكالوريا نقاط ممتازة في كل من مادتي الفيزياء والإنجليزية قالت البلاد كشفت الأصداء من مراكز تصحيح لأوراق البكالوريا أن خطأ الذي وقع في مادة اللغة العربية في الشعب العلمية لا يؤثر على الإجابات مما سهل على الأساتذة المصححون احتماد التصحيح النموذجي بدون أي تغيير فيه فيما سجل نقاط ممتازة سجلت في الفيزياء والإنجليزية وكشفت مصادر من مراكز تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا أن التصحيح الأولي بيّن أن المترشيحين تحصلوا على علامات جيدة في مادة العلوم الفيزيائية حيث تحصل العديد من المترشيحين على علامات 17 و 18 من 20 وهو الشأن بالنسبة للغة الإنجليزية حيث كانت النقاط جيدة مقابل ذلك سجلت مراكز التصحيح علامات متوسطة في مادتي العلوم الطبيعية والفلسفة مقابل نقاط ضعيفة إلى متوسطة في الرياضيات جريدة الحوار في صفحتها الأولى هي هذه الصفحة الشيخ قسوم عبدالرزاق قسوم ينشد عبدالعزيز بوتفليقة وقال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في اتصال مع الحوار أنه بعث برسالة لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة طالبا منه فيها استخدام ثقله السياسي والتدخل لدى السلطات المصرية من أجل وقف إعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وضاف الشيخ قسوم أنه أصدر بيانا باسم الجمعية وجهه لمفتل جمهورية المصرية وشيخ الأزهر دعاهم فيه إلى عدم تسكية أحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من المعارضين للنظام والعمل على إطلاق حوار وطني شامل بين كل الفرق جريدة الآن قالت من المنتظر أن تعلن مصالح رئاسة الجمهورية بحر الأسبوع القادم عن أسماء الولاة الجدود الذين تم إنهاء مهمهم وإحالتهم على التقاعد خاصة بعد إضافة ثمان ولايات متدبة بالجنوب مؤخرا التي تستدعي تعيين ولاة منتدبون عليها ونفس الشيء بالنسبة لرؤساء الدوائر حيث ستحمل الحركة تعيين ولاة ورؤساء جدود حيث يتعلق الأمر بثمان ولايات جنوبية تيميمون بورج باجي مختار ولاة جلال بن عباس عين صالح وعين جزام توقورت جونت المنيعة والمغير وفي خبر ثاني قالت مخطط وطني لقطاع التربية يمتد إلى غاية 2030 وقالت تسعى وزارة التربية الوطنية في إطار استعداداتها للدخول المدرسي المقبل إلى تصدير مخطط وطني يستمر إلى غاية 2030 بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف يهدف إلى تحديد احتياجات القطاع من الأساتذة على مستوى الأطوار التعليمية الثلاث حيث سيخضع لساتذة النجحون في مسابقة التوظيف إلى تكوين بدغوجي ابتداء من شهر جوليا القادم وذلك لضمان تحضيرهم في أحسن ظروف للالتحاق بمناصبهم شهر سبتمبر المقبل وفي سياق تقدر فيه احتياجات قطاع التربية بـ 20 ألف أستاذ جديد سنويا لتغطية العدس إلى جريدة الجزائر الجديدة قالت دول أوروبية تطالب الجزائر بالتخلي عن قاعدة 51-49 وقالت فتحت أثاق جديدة أمام الغاز الجزائري بإعلان دول أوروبية رغبتها في الاستفادة من هذه المادة الطاقوية في وقت يعيش قطاع الطاقة في الجزائر على وقع صعوبات جمع يطبعها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحدثت يومية الفايننشل تايمز البريطانية عن وجود مفاوضات بين الجزائر وثلاثة دول أوروبية هي فرنسا، إسبانيا والبرتغال من أجل رفع صادرات الجزائر من الغاز للاتحاد الأوروبي غير أن هذه المحادثات وهي المفارقة مهددة بجملة من المطالب مثل تخلي صونة راك عن العمل بقاعدة 51-49 وقالت الصحيفة أن مبادرة الدول الأوروبية تهدف إلى التقليل من الاحتماد على الغاز الروسي خاصة في ظل العلاقات المتدهورة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الأوكرانية وقالت أيضا الجزائر الجديدة الإناث يتصدرون قوائم نجاح في مسابقات التوظيف وقالت الجزائر الجديدة أكدت نقابات التربية أن تصدر الإناث لقوائم نجحين في مسابقات التوظيف من شأنه خلق مشاكل كبيرة خلال الدخول المدرسي حيث سيفرض مشكلة أينات ومشكلة التخلي عن المنصب وعدم التحاق المعنيات بالمناصب في الوقت المناسب ما يدخل قطاع التربية في دوامة المناصب الشاغرة وكيفية تعويضها مثل ما حدث في السنوات الماضية وقالت الجزائر الجديدة خاصة أن المناصب الشاغرة تكون في المناطق النائية والجبلية التي يصعب على النساء الالتحاق بها حيث توصلت أمس عمليات إفراج عن نتائج مسابقات التوظيف للأساتدة التي كانت فيها كوطة النساء ما بين الثمانين والتسعين بالمئة جريدة المحرر قالت حضائر جديدة للتخفيف من مشكل ركن السيارات بالعاصمة وقالت تجري بولاية الجزائر العاصمة أشغال إنجاز خمس حضائر جديدة لركن المركبات ويتوقع استلامها خلال السنة 2015 في انتظار انطلاق أشغال عشر أخرى ذات طوابق من قبل مؤسسة كوسيدار ومتعاملين خواصة التسعين ما بين 700 و 1500 مكان للتوقف وينتظر أن تدخل هذه الحضائر حيز الخدمة بداية السنة القادمة وستسمح بالقضاء على مشكلة الوقوف العشوائي للسيارات فوق الأرصفة والتخفيف من حدة الاكتظاف الرباط تنصب العداء للجزائر وموريطانيا وقالت أبانت وثيقة مسربة للخارجية السعودية من موقع ويكيليكس عن تقرير سعودي حذر من علاقات المغرب مع جيرانه سواء تعلق الأمر بموريطانيا أو بالجزائر حيث تورد وثيقة مسربة أن الرباط ينصب العداء للوقشة والجزائر ما يفرض على الرياض أن تكون واعية بالمعطى وتشير الوثيقة إلى أن اتجاه سعودية نحو تعزيز علاقاتها مع الجزائر بعدما توقفت لجنة التحور السياسي بين البلدين عن الإنعيقاد عقب 2008 يجب أن يتم بما لا يثير الكثير من حفظة المغرب الذي هو نقاط خلاف عالقة كثيرة مع جراته الشرقية وكي لا يفهمه بمثابة تقارب سعودي جزائري على حسابه هذا ما جاء في الوثيقة المسربة إلى جريدة اللقاء قالت خياطي يؤكد 27% من مدمنين المخدرات بالجامعات الجزائرية وقالت كشف تحقيق ميداني أجرته الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث بالجزائر العاصمة وبعض ولايات الوطن عن تنامي ظاهر التعاطي المخدرات خصوصا في المؤسسات الطربوية والجامعات وفي هذا الإطار دقى البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث نقوس الخطر فيما يتعلق بالأرقام التي كشف عنها التحقيق مشيرا إلى أن نسبة المدمنين على المخدرات في الجامعات وصل إلى 27% في حين تتراوح نسبة متعاطية المتخدرات في الإكمالية بين الأربعة والسبعة بالمئة في الوسط أيضا نقابات التربية تتوقع نسبة نجاح تصل إلى 55% في الباكالوريا وتوقعت في اللقاء توقعت كل من نقابتين كناباست والأنبا في ارتفاع نسبة النجاح في شهادة الباكالوريا لهذا العام بالنظر إلى وزن المواضيع المقترحة خلال الامتحانات وعدم خروجها عن إطار العتبة حيث نسبة نجاح قد تصل حسب النقابات إلى حدود 55% باحتبار أيضا أن التلميذ حسب النقابتين لم يعيشوا ضغطا نفسيا ما ساعدهم على اجتياز الامتحان في ظروف جيدة كما أن التصحيح جرى في ظروف جيدة وبشكل منتظم باستثناء بعض التأخر إلى جريدة الوسط هذا هو عنوانها الرئيسي 2000 إفريقي يحترفون الدعارة والتسول وقالت الوسط كشفت مصالح أمنية رفيعة المستوى عن استقرار أكثر من 2000 إفريقي بطريقة غير شرعية بمختلف المناطق الحدودية لمدينة مغنية من بينهم حوالي 500 إمرأة إفريقية أين اتخذت من العمل لدى الفلاحين والتسول وحتى الدعارة والتزوير والنصب والاحتيال مصدر رزقهم حيث يتوزى هؤلاء الأفارق على عدة جنسيات سينيغاليين نيجيريين كاميرونيين اتخذوا من واد المحاقن وواد جورجي مستقرا لهم وبعضهم يسكنون في مزارع الفلاحين الذين يستغلونهم للعمل خبر ثاني على جريدة الوسط واشنطن كلفت المغرب بإفشال جهود الجزائر في الحوار الليبي وقالت الوسط كشفت وثيقة مسربة من المديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية عن مهمة كلفت بها واشنطن المغرب تتعلق بإفشال جهود الجزائر لحل أزمة ليبيا وتبين الوثيقة أن واشنطن تتخوف من نجاح الجزائر في الحوار الليبي حيث ورد في الوثيقة أن ممثل المملكة المغربية الدائم بالولايات المتحدة قال أن المغرب يتابع باهتمام خطوات الجزائر والاتحاد الإفريقي وكذا الأمم المتحدة إلى تصريح اليوم وتصريح الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي القايد صالح قال عيد الاستقلال الذي تحتفل الجزائر به هذه السنة بذكره الثالثة والخمسين يمثل دلالة ملموسى وحقيقية على نجاح ثورة نوفمبر المظفرة وعلى عظمتها وعلى بعدها التحروري وطبائها الإنساني وقال هذه المواصفات المستحقة والتاريخية جعلتها تصنف عن جدارك أعظم إنجاز من إنجازات القرن العشرين العالمية في ظل هذا الإصال وهذه العزيمة الفلاذية يواصل الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني مشواره التطويري والتحديثي بغرض ملوغ مستوى قتالي وعمليات رفيع المستوى وقال نحرص كثيرا على أن يكون متوافقا مع متطلبات أمن الجزائر ودفاعها الوطني وعلى أن يكون متماشيا مع تنفيذ المهام الدستورية المتمثلة أساسا في حماية استقلال الجزائر والدفاع عن سيادتها وسلامتها الترابية وضمان وحدة شعبها بالتصريح مشاهدينا نصل إلى نهاية عدد اليوم من قهوة جنان قدمنا لكم حوصلة لكل الصحف الوطنية تقريبا ليوم الخميس الخامس والعشرين من شهر جوان رمضان كريم صحة أصحوركم ودائما ندعو ربي عليه رايد بلدنا محمد أصمان يحييكم السلام عليكم